كافان كاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة العريضة دينا اللي هي المطالب وأهدف ديها مشروعة لا قانونيا ولا حقوقيا ولا سوسيا اقتصاديا واللي من خلالها كانوا وصلوا الصوت دي الملايين دي السلانيين دي السلاليات اللي كي طالبوا بحماية الحقوق ديالهم داخل جماعة ديالهم واللي كي عبروا على أن هاد بوند الإقامة هو بوند ظالم في الحقوق في حيف وظلم كبير على الحقوق ديالهم إذن مش فقط أنه هاد العريضة دارت من أجل حماية هذا الحق مش فقط حق الانتفاع في الأراضي ديالهم بل حق تمكينهم من صفات العضوية اللي كتب تخول لهم ومارسة الحقوق ديالهم والواجبات ديالهم وحتى المسؤوليات ديالهم داخل جماعات ديالهم وإحنا كنت نتضر القرار ديال الرئيس الحكومة لنورمان ما هذا هو الوقت دياله طبقا للقانون التنظيمي 44-14 لأن حقينا العريضة ديالنا في 14 يناير من هاد السنة إذن وإحنا كنت نتضروا هذا الجواب فأملنا كبير أنه يكون في تجاه الجواب إيجابي اللي كنتضرواه الملايين ديال السلاليين والسلاليات وأنه يتخذ بعيد الاعتبار وتعطالوا الأولوية والاهتمام لما له من عواقب كثواء بالإيجاب أو بالجواب السلبي على هذا العريض بالإضافة إلى الإجراءات المسترية المطلوبة التي تقديم اللائحة تمت القيام بها بشكل قانوني وشكل مستري يعني عام إجرائي تم الترافوع أمام لجنة العرائيب على المطلب ديالنا لتشتيب أو إلغاء أو تجميد الشرط لإيقامة فقدرنا لقاء مع وسيط المؤسسات الوسيط لشرح المطلب ديالنا وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة إلى كل ما سبق أن الشرط الإيقامة هو شرط شرط غير قانوني بكل مقاييس يتجاوز حدود النص الدستوري ويتجاوز الحق الملكية الذي يحميه القانون دستوريا بالإضافة إلى القوانين المنظمة بالنسبة للجماعة السولالية شرط الإيقامة في المادة الأولى من المرسوم يعني يناقض حتى القانون المنظم أي 62-17 المنظم لكيفية تدبير الأراضي السولالية بالإضافة إلى أن لأنه يتجاوز إلى حد الإقصاء الشخص أو اجتتاته من طربته يعني من هويته القبيلية أو القبائلية أو السولالية إلى جانب لأننا نعرف التاريخ المغرب أن المغاربة كانوا يكنون بالقبائل فمثلنا كنقوله مثلنا الملالي أو السملالي أو كذلك ينتمي إلى سولالة معينة فمن الصعب أننا نجوف بمجرد مجرد ناس مرسوم من شيء حتى قانون والغيوهوية السولالي هي أصلا تاريخ وبغض النظر عن الأهداف أو المغزاة من هذا الشرط في حد ذاته وتنتمنى وبالتالي من الجهات المعنية بالنظر نحن قمنا بالدور دينا كنتمنى من رئاسة الحكومة في إطار المكنو ليعطاها لنا التستور كمجتمع يعني كمواطنين ومواطنين قبل ما نكونوا مجتمع مدني أننا ندخل في إطار تعديل القوانين بما يناسب المصالح المشتركة والتدبير في النهاية لهذه الأراضي الجماعة السولالية في تناسق متاب مع مجلس الوصاية لفهد التدبير شكرا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي